بعض الناس يسمون هذا أفضل كأس عالم على الإطلاق والتذاكر للمباريات القليلة الأخيرة كان الحصول عليها شبه مستحيل ولكن بالنسبة لمن لديهم الاستعداد للدفع فإنه توجد سوق سوداء مزدهرة وغالية جدا اشتريتها بأربعمائة وخمسين جنيها استرلينيا ولكن ذلك كان على حساب أمي هل طلب منكم ثمن مرتفع لتذاكركم؟ ثلاثة آلاف وثمانمائة دولار لتذكرة واحدة أي إعادة بيع لتذكرة في كأس العالم بأكثر من سعرها الأصلي تعتبر غير قانونية ولكن السلطات البرازيلية اعتقلت عصابة تتهمها بالوقوف وراء فضيحة على مستوى كبير كما تدعي السلطات أن مسؤولا كبيرا واحدا على الأقل في الفيفا متورط في العملية لم تكن العصابات لتكسب الملايين لو أنها حصلت على تذاكر عادية مثل هذه وباعتها ولكنها حصلت عن طريق بعض اتحادات كرة القدم على تذاكر ضيافة الأشخاص المهمين لدينا تذاكر من اتحاد كرة القدم البرازيلية من اتحاد كرة القدم الإسبانية من اتحاد كرة القدم الأرجنتينية لدينا تذاكر أشخاص مهمين ما هو رد فعل الفيفا على ذلك؟ الآن؟ لا شيء إن ذلك لأمر غريب المتهم الرئيسي هو موهامادو فورفانا الذي يتهم بأنه حصل على ألف تذكرة لكل مباراة 64 ألف تذكرة لكأس العالم هذا وحده حسب الشرطة فإن مسؤولا كبيرا في الفيفا ينزل في أحد أهم فنادق ريو هو صلة الوصل مع فورفانا الفيفا لم يعلق على التحقيقات ولكنه يقول إنه سوف يتخذ إجراء ضد أي شخص يثبت أنه منح تذاكرة بشكل غير قانوني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر